موضوع اليوم، اليوم حب أتكلم، اليوم قلت لكم أنتوا سؤلوني لأن الصراحة اليوم ييت أبي أحضر موضوع وحسيت وايد في مواضيع وما عرف وين أبسدي وما عارشونه هو الموضوع اللي فعلا تحتاجون أن أنتوا تسمعونه ودائما تقولون ليش ما تردين ليش ما تردين ومستحيل أقدر أرد على كل التعليقات وكل الرسائل التي تصنع الخاص ترى يعني مستحيل صعب جدا إلا إذا هد بيتي وعيالي وأتفرغ لهذا الموضوع تماما وهذا طبعا صعب يعني فأحاول أن أخذ من الأسئلة المتكررة أسوي عليها حلقات على يوتيوب أسوي عليها بوستات بعض الأوقات على إنستغرام وإن شاء الله اليوم البث الحي أيضا يجاب على أسئلتكم أسئلة إذا حسيت موضوع تجمعت عليه أسئلة كثيرة ممكن أن أسوي عليه كتاب عندي الحين كتاب قادم إن شاء الله وأقول لكم موضوع شنو ولكن من أسئلة حسيت أنها تكررت وعندي دورة جديدة قادمة عن موضوع حب الشباب لأنه وايد توصلني أسئلة عن موضوع حب الشباب فشغالها حاليا على دورة مفصلة عشان تيكم معلومة عدل يعني توصلكم بعمق واللي فعلا جاد في هذا الموضوع يشترك في الدورة يتعلم عنها كل شيء نفس الفكرة كانت على موضوع الديتوكس لأنه وصلتني عليه أسئلة كثيرة فسويت عنه كتاب كتاب الديتوكس موجود في المكتبات في العالم العربي حاليا وحاليا موجود في معرض القاهرة للكتاب وطبعا بيكون في كل المعارض بيوصل أيضا معرض الرياض بيوصل معرض مختلفة وموجود في المكتبات في جرير في فيرجن في ذات السلاسل في بعض المكتبات اللي أصغر فأنتو روحوا بروحكم وسألوا مفروض أن يكون موجود موجود أيضا على جملون إذا تحبوا أن تطلبونا أونلاين عشان يوصلكم نسخة المطبوعة نسخة الإلكترونية ممكن على قارئ جرير فقعدين نحاول أن نوازع في أماكن قدر الإمكاني يعني فإذا ما قريتوا اقروا اشترووا اهدوا لأحد وقلوا لي رأيكم فيه فخلونا ندخل في الموضوع اليوم على أسئلتكم اخترت بعض الأسئلة اللي حسيت أني أقدر أجاوبها بدون ما يتطلب مني أني أسألكم أسئلة إضافية يعني إذا تقولين لي مثلا عندي مشكلة في الكلة وعندي كذا لازم أسئلت شوائد أسئلة أكثر عشان أقدر أجاوبش فيكون في مشكلة يعني مسئولية هي في نهاية المطاف يعني فاليوم بحاول أجاوب على الأسئلة اللي حسيت فيها أسئلة عامة ممكن أن إجابتها تفيد الكل فكم مثال واحدة تقول أن متى أعرف أن حقنة القهوة مضرة لي كل ما أسأل دكتور يتشمت يعني ما لاقي الإجابة إلا عندك السؤال فهي تبي تعرف متى تكون حقنة القهوة مضرة لها أو مفيدة لها أنا تكلمت عن هذا الموضوع في حلقة كاملة عن حقنة القهوة شرحت فيها الطريقة وشرحت فيها شلون وليش وشن المضار وشن الفوائد بعض الأوقات لما نسمع عن شيء أنه هو مفيد ندخل فيه على أساس فلانة قالت أنه هو مفيد فخلاص يعني لازم أن نحن نسوي ولكن بعض الأوقات حقنة القهوة تكون مضرة إذا أنت ما قاعد تسوينا الخطوات التي تطلبها هذه الحقنة فكمثال يجب أن يكون الجسم صاحي ويجب أن يكون يستلم عصائر ومغذيات بشكل متواصل لكي يستفيد من حقنة القهوة لأن الحقنة القهوة لأنها تدخل وتسوي ديتوكس عميقة ممكن أن تسحب أيضاً بعض المعادن وبعض الأشياء الأخرى فيجب أن الشخص يكون يتبع نظام معين في عصائر مكثفة وفي فوائد وفي فيتامينات وفي معادن وفي كذا عشان يقدر أنه يسحب المظار ولكن ما ينسحب من عنده وائد أشياء ويبدأ يشعر بالتعب كون أن الطبيب تشمت فيه وما يعرف ولا يقول لك أنها خزعبلات وكذا أنت سمعت عنها الموضوع كثير يعني بصراحة هو ما تدخل الحقنة القهوة من ضمن تدريبة يعني فهذا شيء في الطب البديل شيء في الطب المكمل فمو شرط أنه يكون ملم بكل فوائدها ولكن هي فعلاً مفيدة وفي بعض العلاجات مثلاً علاج القرسن لمريض السرطان اللي فيه جداً فوائد وعندهم نتائج جداً قوية يستعملون الحقنة القهوة بكثرة يسوون تقريباً خمس مرات حقن قهوة في اليوم ولكن عندهم نظام غذائي مكثف وعميق يعني فيه كل تفاصيل يعني يحطون العصائر اللي يحتاجها مريض السرطان يحطون المكملات اللي يحتاجها الفوتاسيوم كذا حق مريض السرطان فما يروحون بس يسوون لحقنة القهوة يسحبون منه كل شيء بدون ما يعوضونه في أشياء فهذا هو يمكن سؤال فهم اللي ممكن يصر عن حقنة القهوة سؤال ثاني تقول حشوة الأسنان الزئبق لمريض السرطان تكلمي عنها إذا ممكن حشوة الأسنان الزئبق لمريض السرطان ممكن تكون من أخطر الأشياء اللي ممكن يتعرض لها لأن الزئبق جداً سام الزئبق كمادة سامة هي في الواقع ثاني مادة أكثر من ناحية سمية في العالم في الوجود ونحطها في أسناننا وكل يوم نعلج عليها ولا نشرب عليها شيء حار ولا فعل الأبخرة منها تروح تتخلف الجسم وتسبب مشاكل عاد في ناس ممكن سبب لهم مشاكل غدة في ناس ممكن تسبب لهم صداع نسيان يعني مثلاً اللي واحد بسرعة ينسى ينسى وينحط نظارته ينسى وينحط مفتاحة ينسى وينحط تلفونه هذه ممكن تكون من أعراض تراكم الزئبق في المخ ممكن أن يأثر على الهرمونات ممكن يأثر على الحمل أيضاً الإجهاض يعني أو عدم القدرة على الحمل فمريض السرطان طبعاً لأنه هي مادة سامة ومريض السرطان يجب أن يتخلص من السمون بطريقة أسرع يجب أن يتخلص منها أو ما يحطها أصلاً خير شر وطريقة إزالة هذه الحشوات لازم يفضل أنها تكون ما بقول لازم بس يفضل أنها تكون مع طبيب متخصص في الإزالة عشان ما تدخل أبخرة زيادة أو نبلع منها أثناء الإزالة ونتضرر أكثر ولكن أننا نخليها لمدة طويلة وفيها هذه المظار صعب جداً وبعض الأوقات للطبيب ممكن يقول والله والله هي حشوة زئبك قديمة فخليها لأننا حين ما قدر أشيلها ولأنها قديمة خلاص ما بتتأثر فيك العكس صحيح كلما صارت أقدم كلما أغلب الظن أنها بدأت تتسرب منها مواد وبدأت تأثر فيك على المدى وصار لها فترة يعني قادة تأثر عليك فيجب إزالتها واليوم طبعاً في بدائل كثيرة يعني الحشوة البيضة العادية تطلبين منهم خلاص يحطون لك حشوة بيضة عادية ولكن بقاء حشوة الزئبق في الأسنان لها مظار لأنها بشكل متواصل يتم يتسرب هذا الزئبق إلى الجسم ممكن يسبب مشاكل كثيرة منها السرطان فحق مريض السرطان أبداً لا سؤال ثاني تقول بالنسبة للعصير الأخضر هذه عجبني هالسؤال بالنسبة للعصير الأخضر هل أثر على لون أسنانش؟ والإجابة هي نعم ممكن أن العصير الأخضر يأثر على لون الأسنان على المدى الطويل أنا أشرب عصير أخضر وأشرب بلوبريز أحط توت وأشياء في السموذي مالي الصبح ففيه وائد أشياء فيها صبغات يعني ما عندما أشرب كوفي وبعضهم الأوقت اللي أناس يتأثر لون أسنانهم من القهوة مثلاً ولكن أنا عندي أشياء أثانية تصبغ فالنقطة الأولى هي دائماً لما تشربون عصير الأخضر شربوا بالعود يعني بالشفاط عشان ما يأثر على الأسنان طبعاً عشان لا يبقى في الفم مدة طويلة فينشرب مباشرة ويدخل ولكن الشي الثاني أن أنا دائماً أسوي السحب بالزيت للأسنان اللي هو تحطين سويت حلقة كاملة على يوتيوب موجودة اسمها السحب بالزيت أو حتى أبحثي السحب بالزيت وهو عبارة عن زيت جوز الهند البكر يعني أنا أستخدم الأورغانيك العضوي وملعقة منها في الفم ملعقة صغيرة أنا أستعمل في الفم وتنسحب بين الأسنان بشكل يومي لها مفعول تبيض فضيع فضيع يعني فأنا مؤخراً بديت أطبقها يعني أول كنت ساعة تنزل ساعة تذكر ساعة كذا إذا عندي وقت إذا ما الحين صالي تقريباً سبوعين أكثر أو حتى سبوعين ثلاثة مواصلة بشكل يومي وتأثير التبيض جداً جداً عالي فجربوها فينسحب بين الأسنان الزيت لمدة ربع ساعة وبعدين ينرمي في المرحاضة اللي يعزكم عشان لأنه سحب كل الأوساخ منه بين الأسنان سحب كل البلاك سحب كل الألوان نظف طهر ينرمي وبعدين تتفرش الأسنان عادي يعني بتشوفون يوم ورا يوم فيه ناس يسوون حتى مرتين في اليوم ولكن حاول تخلينا على أقل عشر دقائق ربع ساعة في الفم ينسحب بين الأسنان فجداً جميل سؤال إيه هذه السؤال الحلو تقول ممكن تتكلمين عن بداء العطور لأنها قررت كتابة ديتوكس وعرفت أن هي العطور مصدر من مصادر السموم فبطلت تستعملها مع أنها كانت مدمنة عطور تقول فشنه هي بداءة للعطور أنا شخصياً أحب الزيوت المعطرة الأسنشل أويلز اللي يسمونهم اللي فيه ممكن تخذين زيت الورد مثلاً ولا زيت اللابندر فتكون شركة زينة واثقة فيها جودتها عالية وهذه لأنها هي زيوت مركزة فتحتاجين منها بس نقط بسيطة يعني ممكن أن تحطينها مباشرة مثلاً ورا الإذن ولا على اليد وتعطيتش الريحة مدة طويلة أو إذا حسيت أنا أحب زيت المركز على ليمون جداً أحبها وين عندي ياهني في الواقع فأحب أحطها في الغرفة في الفواحي يعني أو حتى أحب أحطها كعطر فإذا بتحطينها كعطر ممكن أن تخذين غرشة اللي فيها رولة من فوق يعني اللي فيها رولر وتحطين فيها شوية زيت ممكن زيت أرغان ولا زيت أي نوع من الزيت المخفف وتحطين شم نقطة وبس تسكينها وتستعملينها كعطر فتحطينها في أي مكان فهذه الزيوت جداً جميلة والشركات الزينات تكون مصادرها طبيعية أيضاً وممكن تستخدمينها للأطفال ممكن تستخدمينها لتش ممكن تحطينها حتى في الغرفة كريحة جميلة فجداً خيار أفضل من العطورات التجارية اليوم اللي فيها سموم واحد وحنا نتعطر شديد من فوق لتحات فتتخلط سموم بشكل يومي عن طريق الاستنشاق وعن طريق الجلد أيضاً وهذه الزيوت العطرة ممكن حتى تحطينها في الشعر يعني حلو لأنها هي مركزة التمريحتها في الشعر مدة طويلة شنو بعدها؟ أنا أحب فيه زيت البرتقال حلو بغيت أقول لذيذ بس هو حلو الليمون أنا يعجبني أعتمد على أنت شنو خاطر شنو فيه بعض الأوقات زيت القرفة مثلاً اللي يكون ريحتها شتوي شوي أكثر زيت صندل طبعاً اللبان هذه الأشياء المعتادة النعناع زيت النعناع جداً ريحتها حلوة أيضاً بس كعطر يمكن الليمونغراس يمكن اللذندر يمكن الورد زيت الورد المركز يعني فهذه خيارات حلوة ممكن حتى تسوي مبروحش خلطات بينهم أوكي فسؤال آخر مريم تقول ما سبب الهالات السودة تحت العين بالنسبة للأطفال عمر سنتين إلى ثلاث سنوات الهالات السودة سويت أنا عنها حلقة كاملة عن الهالات السودة ولكن الإجابة الأساسية يمكن أن تحتاجها مريم اليوم هي أنه إذا فيه هالات السودة عند الأطفال إذا ما كانت مشكلة نوم ممكن أنه يكون احتقان جيوب وإذا ما كان احتقان جيوب ممكن أن يكون حساسية الطعام فكثير من الأطفال اليوم يتحسسون على الألبان على الكلوتين على أشياء كثيرة ما قاعدين يأكلونها متحسسون منها وأول أعراض الحساسية هي الهالات السودة تحت العين فأنتي بروح تسوي لك قائمة وتشوفي ممكن المسببات شنو رجع للحلقة اسمها حلقة الهالات السودة ولكن أنا أتخيل أن عمر سنتين ثلاث أغلب الظن أنه هو تحسس من أكل وأغلب الظن يكون الألبان عادة فتشوفون أنه من تخففين أن الألبان بتسوي التحسس وبتسوي الاحتقان أيضا فتلاقون أن الطفل يكون عند هالات السودة كيف يتم رفع المناعة وليش نحس بإعياء وثقل إذا صحينا وتضارب القلب إذا كنا في فترة تعب رفع المناعة رفع المناعة موضوع جدا عميق تكلمت عنه دورة كاملة ثلاثة أيام أتكلم عن موضوع المناعة بعمق ولكن عامة إذا الجسم لا يحصل رياضة لا يحصل تنفس عدل لا يحصل فيتامين سي كفاية لا يحصل خضروات سلطات فواكه كافية لا يحصل نوم كافي لأنه نام الفجر وما نصح لما دمته فالمناعة ترى يعني على أنت ما تنمينا فيتامين د إذا يكون ناقص تنزل المناعة فيتامين سي إذا يكون ناقص فكثير أشياء هي مقومات المناعة إحنا اليوم ما نسويها بشكل متواصل فأبسطها هالأيام الجو حلو يعني اللي ما يطلع يمشي هالأيام حرام يعني أيام اللي الجو حلو إطلع تطلع تمشي عشان تقدر حتى يتيك كميات كافية من الأكسجين التنفس الصحيح يرفع يرفع المناعة يعني هذه هي رؤوس الأقلم ولكن اللي يحب يتعمق يحضر الدورة لأنه فعلاً المناعة هي أساس كثير من الأشياء المناعة تقيك من الحساسيات الأكزيمة لأن بعض الأوقات يسألوني عن الأكزيمة والربو أساسهم ضعف في المناعة السرطان أساسه ضعف في المناعة فأشياء كثيرة ممكن تحدث على المدى الطويل أكثر من بس زكام وحمة وكذا اللي لما يصير لما تنزل المناعة فليش نحن نحس بإعياء وتعب؟ لأن المناعة تأخذ من جسمنا الفيتامينات والمعد فممكن هي تسحب ماغنيزيوم تسحب ليتامين دي عشان أنت تصير أحسن ولكن هذه الأشياء هي أيضاً كمت أشياء ممكن تعطيك طاقة فتصير الأولوية للمناعة فأنت تقوم تتعب فتحس عشان جسمك يقصبك أنك تريح أيضاً سؤال الثاني مساء الخير بعد خمس تنظيفات للكبل حملت إيش ممكن أسوي إلينا أخلص فترة الحمل والولادة ما تسوي شيء فهي سوت تنظيف الكبد والمرارة اللي هو نظام مخصص لإزالة الحصوات من الكبد والمرارة أيضاً موجود على أكاديمية عليها فسوتها خمس مرات لكن الحين حملت وبترضع طبعاً فداماً نقول ما يصيرنا تنظيف أثناء الحمل فهي الحين سوت خمس تنظيفات ما تخلصت تماماً باقي لحين حصوات فش تسوي؟ تتوقفين الآن إلى أن تنتهين من الحمل والرضاعة وترجعين مرة ثانية إن شاء الله فممكن أن تأخذين فترة بريك يعني في التنظيف هذه سؤال حلو من BSH91 تقول شون أخلي غدد التذوق عندي تتغير وإني أكره السويت واستسيغ الخضروات يعني عندها بالضبط هي تعافش أن تبي تسوي فهي تبي الحلائمات التذوق أو غدد التذوق اللي على اللسان عندها تكره السويت وتحبس الخضروات فالإجابة الأولى أنه هي إحنا فطرياً نحب الأشياء السويت ولكن فطرياً نحب الأشياء السويت عشان إحنا نحب الفواكه يعني عشان لما يكون الإنسان ضايع في الغابة مثلاً يعرف الشياء اللي يقدر يحصل لفاكه ما يموت من اليوعي يعني فطرياً إحنا نميل خلي نقول إلى الأشياء السويت ولكن المشكلة اللي صارت إحنا لأننا قاعدين ناكل اليوم سكر مزيف ومركز وسكر صناعي حتى في بعض الأوقات في مشروبات الدايت مثلاً نوع السكر اللي صارنا نتطلبه صار مختلف يعني صار زيادة سويت عن اللزوم يعني صارت حلاوة السكر اللي نحتاجه أو نتوق إليه أعلى من اللازم فممكن أن أنت في هذه الفترة الانتقالية ممكن أن أنت تتحولين تقولين أنا بامنع السكر الأبيض المصنع المكرر اللي في الحلويات والشوكلة ونحطونا في الشاي وكذا وبحاول أن في هذه الفترة بس أكل أشياء طبيعية فيها سكر فسكر من الفواكه فقط فممكن تاكلين تمرة ممكن تاكلين توت ممكن تاكلين تفاحة ما عرف يعني أشياء طبيعية شوي شوي بتلاقيين أن مستوى الحلاوة اللي يتطلبها جسمك تصير أقل ما يتطلبها ذاك الحلاوة يعني فيه ناس مثلا يقول لك والله أنا لما أكل تمر ما يبراسي يعني يحتاج شيء أكثر سويت يحتاج تشوكلة كيك مع كريم مع شكر مع كذا فلأنه تعود على شيء مبالغ فيه من ناحية الحلاوة فصار ما يعجب ما تعجب الفواكه فكفترة انتقالية بدأي بالفواكه ولكن الإجابة الأخرى الشقة الثانية من الإجابة خلنقول أنه بتصيرين تحبين الخضروات إذا عودت روحك عليها يعني كل الأشي اللي نحبها واللي ما نحبها اليوم هي عادات احنا اكتسبناها مع الوقت يعني ما حد ينولد يحب شيء ولا ما يحب شيء فلأن انت عودت روحك على شيء فلاني صرتي خلاص تحسي ما تقدرين تعيشين بدونه والعكس صحيح إذا أنا أبتدي أعود روحي اليوم على أني أكل خضروات بابدأ مع الوقت أحبه بابدأ حتى أشتاق لها ولكن هذه العادة تحتاج وقت تحتاج أنه يكون عنده إصرار شوي أول يومين ثلاثة يمكن تحسيني مغصوبة بس بعدين مع الوقت بيصير عندك هذا بتتحول حلائمات التذوق بتبدأ تتحول بتبدأ تتحسن لينا تقول إذا ممكن تعطينا حلول القلون العصبي عندي يا لينا على أكاديمية علي دورة كاملة عن القلون العصبي أرجوك حضروا الدورة لأنه مستحيل أن أكرر كل اللي اتكلمت عنه في الدورة فدخلت فيها بتفاصيل القلون العصبي نور نور 693 تقول أزلت كل حشوات الزأبق من قبل أربع شهور واستخدمت الكلوريلا والسبيرولينا والنظام أكلي اعتبره نوعا ما صحي لكن أشعر بالتعب وعدم التركيز في إزدياد ولم أعرف السبب رأيك محل ثقة بالنسبة لي شكرا لك يا نور والإجابة هي أنت مدام سويت كل اللي مطلوب منك سأكلتش صحي وسويت كلوريلا وخدت سبرولينا وخدت المنظفات والديتوكسات خلاص روحي الحين عيشي حياتك يعني قد يكون هذا التعب اللي تحسين فيه نفسي لأن أنت عارفة أو كنت عارفة أن الزأبق هو مضر أو ممكن أن يكون بسبب شيء ثاني يمكن أن تنفسك صار سطحي هالأيام يمكن عندك توتر بسبب شيء نفسي يمكن عندك ما عارف يعني ابحثي في أشياء أخرى طلعي برع أمشي دخلي في الرياضة شوي أكثر الرياضة تحسن التعب فقد مشرط أن يكون لعلاقة بالزأبق مدام أن أنت شلتيهم ونظفتيهم مشرط أن يكون لعلاقة بالزأبق آخر سؤالين كم كوب ماء لازم نشرب في اليوم؟ والإجابة هي أن نشرب كمية ماء في حلقة سويتها على يوتيوب بسمها حلقة لا أعطش أو حلقة العطش فأحنا دائما معلقين على كم كوب أحتاج والإجابة هي أن أنا مو كم كوب أحتاج أنا كم يعني شنو هو المؤشر اللي يدلني على أن أنا جسمي تشبع من الماء وهو عدد مرات التبول الله يعزكم فأنا لازم أشرب ماء بكفاية عشان أنا يصير عندي تبول عشر مرات في اليوم على الأقل معظم الناس ما يصلون حتى خمسة فعشان أوصل عشر مرات لازم أشرب كميات كبيرة من الماء وبعداً ممكن تتحبب روحك في الماء ممكن أن تصخن الماء عشان ما تحس فيه نبارد ومزعج على الجسم خاصة أيام البرد ممكن أحط فيه شرائح ليمون في الماء ممكن أحط نعناع في الماء فأكثر كميات الماء عشان البول الله يعزكم يصير باهد تماماً يصير ما فيه لون وأيضاً يصير متكرر على الأقل عشر مرات في اليوم والسؤال الأخير عندي كذا سؤال بالصراحة ما بقدر أوصل لهم السؤال الأخير تقول سوريا هذيك جاوبتهم أي تقول أنا حاولت أني ألتزم بشرب العصير الأخضر لكن ما كنت أرتاح لما أشربها ما أحس أن أنا مرتاحة وبعد فترة يصير فيني إسهال شديد بعض الأوقات مو كل جهاز هضمي مستعد للعصير الأخضر فبعض الأوقات فيه ناس يحتاجون أن يشربون العصير الأخضر بعد الوجبة ما يكون على بطن خالي فإذا جسمك غير مهيئ أول شي قوي الجهاز الهضمي عن طريق نصائح القولون العصبي كمثال تكلم فيها عن المعدة والدورة القولون العصبي بعدين نروحي على العصير الأخضر أو خيار ثاني أن تتقللين كمية العصير الأخضر في البداية تشربين منه حتى جرعات صغيرة كلش في البداية لما جسمك بداية يتعود عليه بس الشخص اللي عارف نفسه أنه هو جهاز الهضمي ركيك مو قوي لها الدرجة ما يشرب العصير الأخضر على بطن خالي وتكلمت عن هالموضوع أكثر بتفاصيل أكثر في كتاب الديتوكس اللي فيه فصل كامل عن العصير الأخضر فمو كل مهيئ للعصير الأخضر يقدر يستحمله هذه تقول أنا عرف إن قلت آخر سؤال بس ما علي عشان عايشة عايشة تقول رأيك في الحمية الغذائية حسب فصيلة الدم عايشة تكلمت عن هالموضوع بتفصيل في حلقة على يوتيوب كاملة تكلمت في رأيي عن حصيلة الدم وهذه موضوع الشقيقة والدوخة وهذه كلها أسألة إن شاء الله بأخذها وبأسوي عليها حلقات يوتيوب إن شاء الله بعدين في فترات أخرى عشان ما أطول عليكم اليوم ولكن أسألتكم جدا جميلة الصراحة وممتنة وممتنة لكل اللي حطوا أسألتكم واعتذر على اللي ما قدر تجاوب عليها ولكن إن شاء الله أخذ منها أفكار حق حلقات مقبلة فشكرا لكم وجودكم معي اليوم وإن شاء الله نراكم في حلقات مقبلة شكرا لكم